تجتمع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في واشنطن مع مسؤولين من الإدارة الأمريكية لبحث التطورات في قطاع غزة وخلال مؤتمر صحفي مع ممثلين عن المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك أكد مندوب فلسطين ضرورة تتبني مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار في غزة فورا وتوقع منصور أن يطرح مشروع القرار أو أن يطرح اليوم البيت الأبيض قال قبل قليل لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق آخر لوقف الصراع بين إسرائيل وحماس فيما التركيز منصب وفق البيت الأبيض على ردع التهديدات في البحر الأحمر إلى ذلك أعلن البينتاجون أن الطائرات المسيرة للاستطلاع استأنفت رحلاتها فوق قطاع غزة للمساعدة في البحث عن الأسرى المحتجزين لدى حماس وكانت هذه الرحلات الاستطلاعية قد توقفت خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس والتي انتهت قبل أيام توقفت خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس كشف مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وسط استمرار التشاور بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة توقفت خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة